في البداية شكراً للمجلة 24 يعني مجلة 24 بالنسبة لنا النقطة كانوا النقطة الأولى اللي هي النقطة اللي كانت تتعلق بديفترة حمولات والشورط المنطقة الصناعية وبالضبط المجمع الخاص بالشباب المقاول إذن هذا مجمع اللي كان يعني الدار في المنتصف الأول ديالتسعينات في ديك الفترة كان الدار يعني دفترة حمولات والشورط اللي تمبيه العمل لسنوات بقات 11 القطعة أرضية بالضبط اللي تقريباً لمساحات ديالها ما بين 72 كل القطعة ما بين 72 حتى 80 كان كي صعب أنه يتم التعامل بالنفس دفترة حمولات والشورط لماذا؟ لأن أولاً يعني الطريقة اللي تم تدبير بها المنطقة الصناعية في البداية كانت طريقة لخلفات نتائج سلبية بالنسبة للجماعة وبالنسبة للمدينة ونعاكسات بشكل سلبي يعني على التوطين ديال المقاولات يعني في هذه المنطقة الصناعية وكذلك على الموضوع ديالتشغيل ونعاكسات بشكل سلبي يعني على الجوانب الاجتماعية والقتصادية داخل المدينة لماذا؟ لأن أولاً لا دفتر يعني الشرط والتحملات ما كانش واضع يعني كل القيود القيود هنا بالمعنى الإيجابي القيود اللي كافية وكفيلة بأنها تخلي يعني هاد الموضوع ما يزيغش على الأهداف الحقيقية دياله هي أن الشركات بغى تشتغل وبالضبط كانت مقاولات يعني ذات طبع صناعي يعني مقاولات صغرى الصناعية الصغرى للأسف بأنه اللي لازم يعني هاد الوضعية لازمت وحد العدد ديالأعطاب دابا كنشوف مثلا محلة مسدودة كنشوفوا محلة تشرت واتباعت وهذا يعني واحد العدد ديالناس اللي يستفدوا استفدوا فوقت ليهوما نور ملمو ما متوفرش فيهم ومتحقش فيهم الشورط ديالا استفادة من هاد القطع الأرضية يعني هاد شي ما كانش خارج على واحد الإيطار كنعرفوه إيطار ديال الريع ديال الفساد وديال اللي يحتوي كيلازموا واحد العدد ديالتجاريب ديال المجالس الجامعية والمؤسسات المنتخبية بشكلين عام استخدوا ناس تعاملوا معاه بالمنطقة ديال بحلة واخدين بقعة يعني فتا عونية ولا هدا على أساس الاحتيكار العقاري يشري اليوم ويبيع من بعد خمس سنين بعد عشر سنين من بعد ما يطلع الثامن ويستفد هذا من ضمن الأسباب اللي خلاسات الوضعية اللي كينا حاليا يعني في المنطقة الصناعية بشكل يعني إذا حاولنا في هاد ديفتر التحملات اللي تكلفت بها يعني لجنة الاستثمار هو أننا نبنيو يعني على هاد المشاكل كلها اللي لازمات يعني هاد التجاريبة ديال تدبير ديال المنطقة الصناعية والمضامين ديال ديفتر التحملات والشروط السابق على أساس أننا فعلا نعطيو إمكانية ديال الجامعة تستفدوا المدينة تستفدوا والمستثمرين يستفدوا من هاد القطاع الأرضية اللي هي عشرة اللي هي باقية دابة وممستغل لاش أولا خصت تستغل تانية كان طالبات كان طالبات ديال ناس إما رهم ناشطين أصلا داخل المنطقة الصناعية استفدوا في إطار هاد شي ديال المجمع الخاص بالشباب المقاول سابقا وكان طالبات ديال شباب المقاول بغي يستمر اللي بغي أنه يستفد كان دائما ما تروح هاد الإشكال ديال لا بد دمت حين ديفتر التحملات أخذينا هاد المسؤولية ديال أنه نحين ودفتر التحملات وفعلا راه التعرض يعني على أنظر ديال المجلس وكان نقاش وتمت المصادقة عليه في الجانب اللي كي يتعلق بالتامان يعني التامان تحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم الجوانب الأخرى اللي كان بالنسبة لنا أساسي هو أننا نوضع شروط يعني فالدفتر التحملات ومعايير اللي تخلي أن هاد الموضوع ميزغش على الأهداف الحقيقية دياله هذا هو اللي كان أساسي بالنسبة لنا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جام